بيقصد نظرية المؤامرة هناك الآن مؤامرة مصلحية مؤامرة ليس سياسية لمستفدين من الأوضاع الراهنة هم الذين افتعلوا هذه الأزمة يعني أنا كنت لأنه كلام موجه الآن بصورة مباشرة ومستوى بمنتهى الشفافية مطلوب ما هي بالضبط هذه المؤامرة التي تدور الآن من هو الشخص الذي أو الجهة التي تضارب وترفع عمدا ترفع سيرة الدولار والعملة صعبة بصورة عامة تعرف أخ أصمان هناك مجموعات معلومة لدينا مستستفيد من الوضع الراهن في الاتجار تجارة الذهب ومرتبط أيضا بتجارة العملة الإجراءات التي اتخذ حكومة اتخذت حكومة الفترة الانتغالية ابتدت تأتي أكلها بدخول فاعلين جدد في هذا السوق بالتالي دي خلقت نوع من المناخ اللي هو يعني حيأسر سلبا في ما يشبه الاحتكار في هذا السوق لذلك شيء طبيعي انه يبدو في افشال هذه السياسات نعم نحن نعلم ذلك جيدا ونتوقع واعددنا له من السياسات سواء كان المرتبط منها بضبط وتنظيم سوق الزهب او من الإجراءات السياسية او في مجال السياسات لكن بنفس الغدر في مجال الامن الاقتصادي وتنفيذ كل الخطوات اللازمة لضبط هذا السوق بحيث انه ما يحصل فيه اي يعني تسريب للدهب او تهريبه يمشي كله بالغنوات الرسمية دي فيها طبعا سياسات كثيرة مرتبطة بيدور بنك السودان مرتبطة بقضايا كثيرة اخرى حتم معالجته كحزمة متكاملة يعني لا نتوقع هذه السياسات انها يتم قبولة بشكل يعني هل نتوقع زيادة اخرى ولا انحسار في سعر الدولار نتوقع بتنفيذ هذه الحزمة نعم انه يتراجع سعر هل بدأ التنفيذ الان بكل تأكيد طيب اشرت عرضا الى بنك السودان بنك السودان هناك شك مريرة من جميع من كثير من المراقبين بان بنك السودان لا يزال على شكله القديم لم يتعرض لهيكلة واضحة وان بنك السودان الان ينشكل واحدة من الاستقوب السوداء في عجلة الاقتصاد السوداني هل هذا صحيح؟ بكل تأكيد بنك السودان هو واحدة من التركات النظام السابق بنك السودان مناطبه بشكل اساسي ان يقوم ب خاصيتين اساسيتين الاولى مراجعة والمحافظة على سئ الازعار تضخم والرغابة على النظام المصرفي بنك السودان لفترة طويلة جدا لم يقوم بهذا الدور في فترات تحول لدارة صغيرة في وزارة المالية تحول لبنك تجاري يشتري ويضارب في الدهب نحن بنعمل على وضع قانون جديد لبنك السودان يحافظ على استقلالية هذا البنك ويحفظ دوره في العمل مع وزارة المالية في العمل المشترك في السياسة النقدية والمالية طيب اذا كان بنك السودان هو حتمي للاصلاح الاقتصادي في السودان والان ستة اشهر مرات من عمر الحكومة الانتقالية ولسه سيادتك بتكلم عن قانون سيوضع لهيكلة بنك السودان الى حين اصلاح اوضاع بنك السودان ما هي المشكلة بالضبط في بنك السودان المشكلة الاساسية هي تبعية هذا البنك لمن يتبع بنك السودان بنك السودان الى اليوم هذه مسألة نحتاج لقرارات واضحة وصارمة في تبعية هذا البنك لمن يتبع بنك السودان حاليا بنك السودان حاليا وضعه قبل ان يجاز القانون في السابق طبعا كان يتبع لرأس الجمهورية وهذا وضع ما صحيح الآن نحن دايرين بنك السودان يدبع بشكل واضح للمجلس الوزراء دايرين لكن الآن الغانون سيفعل ذلك لمن يدبع الآن بنك السودان بوضع الراهن هو لسه ما محسوم هذا ما حصلت في أي تغييرات يعني بنك السودان الآن ليس من ضمن مؤسسات الدولة لا يدبع لأي جهة هل يدبع للمجلس السيادي هو يدبع للمجلس السيادي يدبع للمجلس السيادي اي حاليا لكن هو وضع نحن نفتكر أنه لازم يتمنى تصحيحه إذن بنك السودان حاليا في لحظة التي نتحدث فيها الآن يدبع للمجلس السيادي وليس ونخلل طبعا طيب إذن نحن الآن لا نتحدث فقط عن مشكلة داخل بنك السودان ننتحدث عن مشكلة خارج بنك السودان في أصل وهيكل الحكم الانتقالي نفسه أن يكون بنك السودان تابع للمجلس السيادي هو طبعا وضعها بهذا الشكل الكبير الكبير أنه خلل في الحكم الانتقالي ما صحيح أخو أسما نحن بنتكلم عن تبعية بنك السودان وهذه مسألة مجدور عليها ويمكن أن نحلها في إطار خلق الأشكال والهياكل الملائمة لانتقال سلس لكن تصويرها كأنها هي يعني تقدح في كل الانتقال ده بيبقى تصوير ما صحيح يعني أنا من غير ما أدخل في محاجية لكن أنا بأخذها من زاوية الأزمة هناك أزمة الآن وسيادتك ربطت هذه الأزمة بهيكلة بنك السودان واتضح أنه من بنك السودان لا يدبع على رئيس الوزراء خارج سلطة رئيس الوزراء رغم أن الأزمة متوفرة بنك السودان وبالتالي رئيس الوزراء لا يستطيع أن يتدخل لإصلاح الأوضاع داخل بنك السودان ذلك صحيح بقدر كبير ونحن نتمنى أنه في وقت وجيز جدا نحسم هذه المسألة طيب قليلا نمشي للأزمات المعيشية الآن الآن هناك أزمة كبيرة في الخفز وأزمة في الوقود وأزمة ربما في الغاز لا درجة وهناك أزمات أيضا في الدواء ما هو الرابط المشترك بين هذه الأزمات وأفاق الخروج من هذه الأزمات متى يتوقع المواطن السوداني أن لا يقف في الصف نحن نتمنى أن يحصل ذلك بالأمس ما هو حاصل اليوم ما عنده أي علاقة بموضوع الوفرة هذه المواد متوفرة وبشكل كافي ومطمن هناك خلل في مسألة التوزيع ودي نحن شرعنا فيها بشكل جاد في إننا ننحلها ونحلها في وقت وجيز وفيما لا يتعدى الأسابيع يمكن أن نخلي مدني هذا أصدر وفي environments قميز وفيما لا يتعدى الأسابيع سكرت أفاق أفاق أنت أنت